السلام عليكم ورحمة الله كيف حالكم أصدقائين يوم إن شاء الله جايبت لكم جامعة كتير ممتازة وكتير حلوة طبعا لأصحاب الناس اللي بدون يدرسوا ماجستير في سويسرا متل ما بتعرفوا إنه دولة سويسرا هي إن الدول مشهورة بخضارة وهي متل ما بتعرفوا إن هي مدينة السلام فالمنحة بتغطي كتير أجور للطالب وبتعطي كتير أشياء يعني منيحة للطالب فهلأ إن شاء الله رح أترككم أنا كل شي خاص في هاي المنحة بصندوق الوصف مشان أنتوا تعرفوا وكيف تسجلوا عليها وتعبوا معي هلأ التسجيل خطوة بخطوة مشان إن شاء الله تعرفوا كيف تسجلوا أول شي إنه آخر موعد للتقديم هو الجمعة 21-22 نوفمبر 2019 متل ما بتعرفوا شايفين أنتوا على الشاشة اسم الجامعة لوزان بالسويسري أونيل تأسست الجامعة متل ما تعرفوا في سويسرا عام 1537 وكمان أبل ما كانت تصبح جامعة كانت بتضم حوالي 15 ألف طالب و 3300 موظف طبعا هي في شي مثل ما نكون شافي 120 طالب دولي وبتعطي منهاج واسع اسم المنحة اللي داعمة لهاي الجامعة هي أونيل ماستر جرانس يعني منحة الماجستير لجامعة أونيل التخصصات الموجودة في تخصص بالطب في تخصص في التعليم ماستر أوف اديوكيشن الماديسين اللي هو الطب بعدين للقانون ماستر أوف لو بعدين ماستر لقانون الجرائم وبالنسبة لماجستير القانون متحفقة للاختصاصين اللي هم القانون الدولي المقارن النظري القانوني شو بتغطي المنحة بتغطي رسوم التعليم وراتب شهري بعادل 1600 فرانك سويسري مين بيمكانه يقدم كل طلاب اللي فيهم اللي معهم جنسيات طبعا دولية يعني ما نسويسريين شهادات الشو الأوراق المطلوبة لهاي المنحة شهادات الجامعية للطالب اللي مسجل ومصدقة تكون مصدقة طبعا نترجم مصدقة كشف درجات أكاديمي مثل ما نكون شايفين وطلب التقديمي اللي هلأ رح فرجيكم عليه وصورة جواز السفر كمان مدرجة بصغر جي بي جي ونسخة عن شهادات الدراسة السنوية يعني ليسا وعن الحياة الجامعية من البكالوريوس وبدو يكون في شهادة للغة الأجنبية إما آيلتس أو توفل بدو يكون كمان في يعني لازم يكون في مستوى للغة الإنجليزية أو الفرنسية وطبعا الموجود الإنجليش أنت دالف أو فور فرانش يعني هذا مستوى بالتوفل أو الآيلتس بعدين سيرة ذاتية شو أنت اشتغلت شو عملت شو قد عمرك حالي اجتماعي الحالي المادية وينساكن من هالأمور رسالة التوصية بدو يكون فيها من مرجعيين أكاديميين وبيكون الرسالة كمان للمنحة ونسخة عن جواز السفر أو الهوية الوطنية واشعار دفع رسوم تعالي 200 فرنك طبعا التفاصيل الدفع بتكون عن طريق بتحبوا أنتوا عن طريق الإيبان الموجود هون أو مثلا بتبعتوهم على الجامعة أو عن طريق الويستر يونيون طبعا أنتوا إذا أخذتوا هذا الإيبان بإمكانكم أنكم تبعتوا تروحوا على أي بنك وتبعتوا طيب طبعا هون كاتب لكم أنه أي وسائق أخرى تدعم طلبك يعني مثلا إذا أنتوا عاملين دورات أكاديمية أو دورات تنمية بشرية كمان هاي الأشياء ممكن إن شاء الله تساعدكم كيف بتقدموا بتتم تحطوا هلأ على الطلب التسجيل وبتبعتو لهذا العنوان الموجود هون عن طريق البيتاتي أو المكان ثاني بتبعتوهم في البريد عفوا لهذا طبعا مصدر المنحة هذا الموقع السويسري للجامعة هو اللي معلن على المنحة وبإمكانكم أنكم كمان تطلعوا وأنتوا بتشوفوه كمان في عندكم ترتيب الجامعة مية وثلاثة وخمسين طبعا عدد المقاعد متاحة عشرة وأشخاص حصلوا على المنحة هدو الأسماء الناس اللي حصلوا على المنحة من طايلند ومن كتير أماكن وآخر موعد للتقديم هو الجمعة 22 نوفمبر 2019 هلأ بدنا ننتقل لطلاب التسجيل هذا هو الطلاب التسجيل للمنحة مثل ما نكون شايفين هون هدا رمز الجامعة اللي هو أونيل اللي بالسويسري فأول شيء بالأبليكيشن طبعا كله بالإنجليزي مانو بالسويسري فرجيتكم المقاعد متاحة فالفاكولتي أت أنيل أنت بدك تحط هون اسم الفاكولتي بدك تحابب تدرس فيها السورنايم اللي هو الكنية بعدين تحط اسمك بعدين الجنسية بعدين الجنس ذكر أو أنسة بعدين الحالة الاجتماعية متزوج أو أعزاب بعدين رقم التليفون بعدين الاسم الثاني بعدين طاريخ الولادة بعدين رقم الجنسية اللي لقلك بعدين اسم الأم بعدين الرقم الإيميل وبعدين بتحط العنوان طبع الانت قاعد فيه بتروحوا بعدين هون بتحطوا هون بقى معلومات السنوية بتحط اسمه سنوية بعدين بتحط العنوان للمدرسة السنوية وبعدين بتحط الجريد العلامة بعدين بتحط الدولة اللي تخرجت منها بتحط السنة التخرج وإذا في عندك أي شغلات ثانية كعم بتحطه هون الشي اللي كنت هون هل عم تدرسوا عم يقولوا أول شي اسم الجامعة كنت عدد دراس فيها بعدين الحالة اللي وصلت له في الدراسة بعدين بتكتب اسم المدرسة اللي انت اسم الجامعة اللي تخرجت منها بعدين إذا انت درست فرع ثاني هون آي للكم الدولة اللي تخرجت منها والعنوان للدراسة أو عنوان للتخرج المشروع التخرج طبعا هون آي لأنه إذا انت تخرجت تقول إنه شو بهذا وإذا ما تخرجت كتب السنة اللي انت وصلت له آآ بعدين طبعا هون عم يقولوا إنه هو توافق هاي هذا الجدول للشهادة اللي تعددت من قبل السويس رقم إذا لسه ما تعدلت بتعبي البيانات نفسها بس على إنه ما تعدلت آآ بعدين بتجي لمرحل الاخير اللي هو اللغة اللي انت عاملة كم سنة درست والمستوى اللي درست له وإذا في عندك كمان آآ معلومات تانية طبعا هون آي لك آآ أنه أنت بتوافق على هالأشياء بتحط التاريخ والتوقيع آآ طيب هلأ هون وهن بعدين ببعتوا لك إن شاء الله القبول على الإيميل اللي بدك تحطه طبعا أصدقائي مثل ما شفتوا قلتوا أنه المفاضة اللي رح تكون بالبداية هون بالفاكلتة يعني الكلية اللي بدك تدرسها عرفتوا عليه شلون طبعا هون أنا ما نسيت إلكم إنه هون بتحطوا إنه الاسم الكامل للماستر اللي أنت بدك تقرأه بالجامعة وهون كم سنة درست أنت خلال حياتك وهون أصدقائي بيكون انتهى التسجيل على هاي المنحة أتمنى أن الجميع إذا في عندكم أي استفسار أو تعليق تكتبوا ليها في التعليقات وإذا حابين مثل هيك منح أنه نزل عليها كمان لأصحاب الطلاب البكالوريوس لأنه في منحة إن شاء الله جديدة تفتح لليابان وفي منحة أمريكية إن شاء الله فكتبوا لي بالتعليقات إن شاء الله نزل للطلاب البكالوريوس اللي حابين هلا يدخلوا جامعة نزل لهم هيك شي طبعا الصورة لهذا الابليكيشن بتحطوها هون مثل ما نقوم شايفين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته